سنتاني ونصف السنة مرت على نهاية الاعتصامات الشعبية التي انطلقت في خريف الفين وتسعة عشر لكن قائمة ضحايا تشرين ما زالت مفتوحة تكتب ضحايا كانوا جرحا في مشهد يشبه تذكيرا من القدر بان دماء المتظاهرين لن تجف طالما بقي القاتل طليقا حسين عود الساعدي شاب موظف في احدى الدوائر الحكومية نزل الى ساحة التحرير في الخامس والعشرين من تشرين الاول رغم ما واجهه هو ومن كان معه من قمع في مطلع الشهر ولم يمضي اكثر من ثلاثة ايام حتى استقرت في جمجمته احدى القنابل الدخانية التي كانت تمطر المحتجين بدافع القتل للتفريق ليسقط شريحا قرب جسر الجمهورية وينقل الى مستشفى الجملة العصبية كسور في عظام الجمجمة وتلف في الدماغ وتدخل جراحي لم ينقذ الساعد من عجز تام بقي يلازمه طيلة ثلاث سنوات دون عمليات او خدمات طبية بدعوى انتظار تليو في بقايا المقذوف المتبقي داخل الجمجمة مطلع شهر ايلول الفين واثنين وعشرين ومع اقتراب الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين انهى حسين عود الساعد رحلته العلاجية راحلا عن عالم وبلاد تضرب فيها رؤوس المتظاهرين السلميين بالقنابل الدخانية المميتة تاركا خلفه زوجة وستة اطفال بلا معين لا حقوق تقاعدية ولا محاسبة للقاتلين